بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض منهاج ديسكافر لكي جي وان هكون معاكم في الشرح ده أنا مستر أحمد الباشا مدرس الديسكافر وي ساينس وي كيمستري وإن شاء الله نكون مع بعض لحد ما نكبر منهاج ديسكافر عندنا متقسم لحاجات أساسية أو تقسيمات أساسية اسمها themes أو المداخل أو units معنا أصحا فإحنا عندنا theme 1 اسمه who am I في الترم الأول إحنا عندنا two themes عندنا اتنين theme فأول واحد اسمه who am I يعني من أكون وchapter 1 اللي إحنا نبدأ به النهار ده إحنا عندنا حوالي four chapters في الثيم ده اسمه geometric self portrait فتعالوا كده نبدأ مع بعض نفكر ونعرف المنهج بتاعنا بيقول إيه أول chapter عندنا اسمه geometric self portrait والportrait ده اللي هو الصورة أنت لما بتروح تتصور أو أنت لما بتروح تتصوري بتاخدي صورة ليكي الصورة دي بتبقى مربعة كده وفيها أنت يعني فيها الشخصية بتاعتك أو فيها الشكل بتاعك أنت فده اسمه self portrait فإحنا عندنا أول activity طبعا المنهج بتاعنا متقسم activities يعني فبنقول أول activity لازم نقرأ activity كويس activity بعنوان self portrait self يعني حاجة لها علاقة بيه أنا حاجة شخصية self portrait يعني صورة الشخصية وهدفنا هنا في الإكسرسايز ده إن إحنا نعرف يعني إيه portrait صورتنا وإن إحنا كمان نعرف نكتب اسمنا تحت صورتنا ودايما الportrait بيكون الصورة وتحته الاسم فأنا ممكن أشوف مثلا بورتريت صورة لبطل عظيم أو صورة الفنان أو صورة مثلا ليه شخص أنا بحبه فده اسمه الportrait بتاعه فتعالا كده نشوف activity one بيقول لي stick يعني الزق stick يعني حط أو الزق your photo your photo يعني صورتك and try وحاول to write your name وحاول إنك تكتب اسمك إحنا قلنا هنا إيه try to write يعني لو إنت معرفتش تكتب اسمك أو إنت معرفتش تكتب اسمك مش مشكلة بس ماما ممكن تكتبهولك وإنت تكتبي زيه ومن هنا ورايح مفروض إن إحنا نعرف نكتب اسمنا كويس وإيه علشان أتعرف عليك أكتر يريد تكتبوا لي اسمك في التعليقات أي حد بيشوف الفيديو يكتب لي اسمه إيه في التعليقات عشان أتعرف عليكو نادين أحمد أنا اسمي أحمد أنت اسمك نادين مونة أي اسم ممكن إنك تكتب الإيه تكتب الإسم بتاعك محمد رامي كل أسامتي then color the animals يعني إحنا عندنا هنا ثلاث مهمات أساسية إن إحنا نعمل استيك إن إحنا نلزق الصورة إن إحنا try to write your name إنك تحاول تكتب اسمك نام يعني اسم and color animals يبقى هنا عندنا هنا بقى أي activity هو نقعد نتسلى فيه النهاردة طب أنا عاوز يا مستر إلزق صورتي أنا ما عنديش صورة دور على صورة دور على صورة هتلاقي صورة طب إنت ملقيتش صورة ممكن تحاول ترسم نفسك بنفسك مش تخلي ماما هي اللي تعمل أنا شخصيا مثلا أحاول أرسم طبعا أنا أحلى من كده بكتير بس أنا هحاول أرسم صورتي ماشي أنا هحاول أرسم صورتي أنا بعفش أرسم خالص ماشي بس أنا شعري مش تويل قوي كده بس أنا درسمت نفسي هو أنا هو إنت لو عاوز ترسم نفسك مش مشكلة ارسم نفسك بس هو اللي مفروض يتعمل في الـ activity ده إنك تعمل stick your photo إنك تجيب صورتك وتلزقها وبعدين تكتب اسمك هنا ممكن تكتب أحمد طبعا مش تكتب إنت أحمد لو إنت اسمك أحمد تكتب أحمد مش معقول أنت مثلا هيبقى اسمك رانا وتكتب إي أحمد صح ولا تكتب إي اسمك رانا تمام أحمد خلاص يبقى وبعدين هنجتني نلون بقى نلون بقى نلون أنيملس الايه ده المونكي وده مش فاكت ده هوبيبين أو حاجة زي كده ودي هنا الأليفنت هوت وفي دي سناك هنا وفي بيرد وتقول تلون الحاجات دي بقى تلون مثلا السناك ده بالأخضر مثلا الأليفنت ممكن تلونه مثلا بالأحمر زي ما انت تحب زي ما انت تحب المونكي ممكن نلونه بالبراون الدي ممكن نلونه بالأورنج يعني زي ما انت تحب تلون ممكن إيه ممكن تلونه ماشي عندنا اكتيفتي نامبر 2 احنا خلصنا اكتيفتي 1 وهندخل في اكتيفتي نامبر 2 اكتيفتي 2 بيقول لي use a وحطي لي علامة pencil كده لونه red use a red pencil to circle circle يعني تعلم ماشي تعمل دايرة كده circle يعني تعمل دايرة to circle the red objects only يعني انت تعمل دايرة على red objects only فانا مثلا هاجة عند الابل الابل لون هرد انا لازم استخدم الألم الأحمر في الأكتيفتي ده أدور على أي ألم أحمر أو أي بنسل أحمر أو أي color يعني color من أي لون من الألوان اللي هي الألوان وتبتدي أن أنت تعمل circle على الحاجات اللي فيها لون red. البيسكل دي فيها red. الشوز ده فيه red. إنما ruler يعني مسترق ما فيهاش. والdress بتاع البنت ده ما فيهوش. يبقى دول مش هنعمل لهم أي حاجة. يبقى احنا هنعمل ايه? circle يعني دايرة على الحاجات اللي فيها red. طب تعالي نشوف activity number three. بيقول لي use blue pencil. برضو هنستخدم pencil لونه blue. to circle the blue objects only. عشان ان انت تعمل يعني حاجات على اللون البلو فهنعلم على البلو. وكده نبقى احنا عملنا activity number three. activities جميلة وهدافها ان احنا نعرف اللون ونعرف ان احنا نعمل circle يعني circle يعني دايرة على الحاجة اللي هو طالبها مني. ماشي? activity ثاني activity number four. بيقول لي. use او activity number four. use blue. هنستخدم اللون ال blue. سوري. ال yellow. yellow. اللون ال yellow. عشان نعمل circle برضو على ليلي objects. خد بالك من كلمة objects يعني اشياء. احنا هنعمل circle اللون هيلو. على الحاجة اللي هي ايه اللي اللون هيلو. فهنجيب القلم الاصفر. ونلون هنا. يلو. هنا يلو. وهنا ايه? وهنا يلو. بنفسك طبعا وتحاول تعمل دا. هنوقف لحد هنا عشان اللي activity ثاني. وعلشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. وبتمنى ان انتم تكونوا شطرين. هستنى اعرف اساميكم في التعليقات عشان اتعرف عليكم عشان انا نفسي اتعرف عليكم جدا. وهنكون مع بعض دايما ودايما تكونوا اشتر ولاد واشتر بنات. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد البش. باي باي.